اهلاً اهلاً وسهلاً بحضراتكم خلونا نرحب بضفنة الكريم داخل السوديو دكتور أشرف الدكر عميد كلية الاستزراع والمصايد البحرية بجامعة العريش سبقاً منورنا دكتور إزاي الصح؟ كله تماماً؟ خليني هبدأ بسؤال انطلاقاً من احنا هنستضيف كوب 27 في شرم الشيخ هل التغيرات المناخية تؤثر على الثروة السمكية في البحار المحيطات الأنهار البحيرات المزارع السمكية يتطلب مننا ان احنا نشتغل بطريقة مختلفة او بطريقة اكثر حداثة او اكثر تقدماً؟ بسم الله الرحمن الرحيم وانا بشكر حضرتك طبعاً على هذه الدعوة اليمينة السرورة السمكية طبعاً من القطاعات الكبيرة الاقتصادية والاستثمارية الهامة في جمهورية مصر العربية والتي شاهدت طفرة الحقيقة منذ 2014 لم تشهدها من قبل بدءاً من الدستور المصري اللي ذكر سرورة السمكية في اربع مواد خاصين بالسرورة السمكية وده لم يحدث من قبل كده انتهاءاً الى المشروعات العملاقة للدولة تولت انشاءها سواء في بركة غليون او في مشروع الفيروز او مزارع الهيئة الاقتصادية لقلال السويس او مزارع الديمة مجموعة كبيرة جداً من مشاريع اللي احنا نسمها مشاريع املاقة وده حدثت يعني عملت نوع من طفرة تكنولوجية كبيرة نأمل ان شاء الله نهاية تتم على خير وتصل الى هدفها الكبير جميل موضوع التغيرات المناخية من الموضوعات الهامة جداً وخاصة ان مصر بتستقبل حدث كبير جداً عالمي اللي هو كوب 27 طبعاً التغيرات المناخية لها تأثير على السرورة السمكية بشكل كبير والسرورة السمكية بتلعب دور كبير جداً في تخفيف حدة التغيرات المناخية ناخد الاول التدعيات اللي هي بتعملها التغيرات المناخية تغيرات المناخية هي تغير في الظروف المناخية المحيطة بالجاو نتيجة عوامل خارجية أو خلينا نتكلم بأسلوب بسيط أن نتيجة زيادة النشاط الصناعي البشري اللي حدثه الإنسان في خاصة بعد الصورة الصناعية زاد النشاط ده وزاد مخلفاته خاصة من انبعاثات ساني أكسيد الكربون وغاز الميسان وساني أكسيد النيتروز هذه الغازات بينسموها الغازات اللي هي الدفئة أو الغازات اللي هي بتخلي الولاب بتاع الكرة الأرضية يحتفظ بالحرارة فرفع درجة الحرارة بتاعت الكون من حوالي نص إلى واحد ونص درجة مقوية على حسب تقديرات العلماء وهم مختلفين في هذا الأراضي القضية لكن احنا كمواطنين عاديين بنشعر أن هناك تغير مناخي نلاقي الصيف المتد شوية فيه حرارة زيادة كل هذا طيب انبعاثات ساني أكسيد الكربون خاصة ساني أكسيد الكربون نتيجة استخدام الطاقة الأحفورية والبترول والغاز الطبيعي وما إلى ذلك بينتوا كمية كبيرة من الغاز ساني أكسيد الكربون ساني أكسيد الكربون بيعمل ايه بقى بيخلي درجة الحرارة زيد يعمل احتباس حراري يعمل احتباس حراري يعمل احتباس حراري كانت نجحة سنة 2015 توصلوا في اتفاق باريس إلى عدة عوامل ثلاث حاجات أساسية الدول تلوقتي وزعماء الدول كلها بيحاولوا ينفذوا هذه التعهدات الثلاثة أقول تعهد قالوا نحن عايزين نحد من انبعاثات الغازات بتاعت الاحتباس الحراري نحد من انبعاثاتها يعني هي مش هنقدر نلغيها لكن نقللها اقصى اقصى درجة او اقل ما يمكن انبعاثه يعني الحاجة التانية ان احنا نعمل بناء قدرة مؤسسية للتكيف مع هذه التغيرات المح المح من الاول بنقول عليها المحتملة بعد 2015 قلنا الحتمية يعني كان الاول بنقول احتمال تحصل في 2018 ف2015 قالوا خلاص لا هي الحتمية هي احتصلها تحصل فلازم انت تبني قدراتك ازاي تتعامل مع هذا وتتكيف مع هذه التغيرات المناخية الحاجة الثالثة مساعدة الدول النامية في مجابهة التغيرات المناخية وما سوف تحدثهم فلنها تستعمل تحولات صناعية ناحية ما نطلق عليه اقتصاد اخضر اقتصاد اقل تلويسا للبيئة لا بالزبط ده دول الثلاث حاجات الاساسية واللي اكد عليهم مؤتمر 26 واللي هيؤكد عليه الثاني مؤتمر بذلك عشانه من الشيخ اللي احنا ملعتاز ان احنا نستضيفه كدولة مصرية طيب ايه دور الصراعي في هذا اولا لما درجة الحرارة تزيد هيحصل نوع من زيادة البخر في المجارع او الاجسام المائية او المسطحات المائية بتاعتنا زيادة البخر هيولد عنه زيادة الملوحة تركيز الملوحة هذه الزيادة بتاعت الملوحة تخلي الاستضراع بتاع الاسماك خاصة في مصر ان احنا لما بنقول ان احنا بننتج حوالي اثنين واثنين من عشرة مليون طن سمك تمانين في المية منهم من المزارع السماكية تسعين في المية منهم بلتي البلتي دي سمكة مية عزبة اذا عندنا نوع من التأثير هيحصل علينا ان الاسماك بتاعتنا اللي هي متربعة المية العزبة هيحصل لها نوع من التأثير دي حاجة الحاجة التانية لما درجة الحرارة تزيد السامكة بتزود بنشاط الميتابوليزمي بتاعها فتستهلك اوكسجين اكتر وتخرج سانيكسيد اكتر سانيكسيد الكربون اكتر وتزيد الفضلات بتاعتها اللي بعد شوية هتتحول الى امونيا او ودي مادة سامة للسمكة مش للبستهلك كل ده هيحصل داخل السامة طيب لازم انت تعمل يعني تاخد سيناريوهاتك العلمية اللي تستطيع انك انت تشتعل في هذا هيحنا كنا صبقين من التسعينات وبدأنا بعض التجارب في هذا سامكة البولت اللي المصريين كلها بيحبوها بدأنا نعمل نوع من التأقلم احد انواع السلالات اللي موجودة عندنا اللي بيسمونه البولت الأحمر اللي هو ده بيتحمل الملوحة همسة خلنا يتحمل الملوحة وتحمل كمان درجة الحرارة بسنة تانية دي كانت حاجة من الحاجات الكويسة هو كان يعني كان بيعيش في الماء العزب على طول لكن احنا امكان نقلناه في العريش وامكان نحن نخليه ياخد الدورة كاملة ويفرخ داخل مية البحر فدي نوع من انواع الاحترازية او الاجراءات العلمية فبقى احنا لما نطلق عليه بولت بحري يعني ده بيسموه دلوقتي سمكة بولت بحري وفي الفعل كده وحضرتك اشرت بقى للنقطة التانية ان نتيجة ان المية بتاعتنا هتتجه الى الملوحة الى الملوحة شوية فاصبح احنا دلوقتي فرضى عليها ان احنا نشغل بقى في الاستضراع البحري ده ده في مسطحات المية العزبة بس في مسطحات المية الملحة تحديدا بحار مفتوحة ومحيطات درجة الملوحة بتقل مش بتزيد علشان انه الاقطاب بتسيح تلجي بيسيح وبالتالي بتنزل كميات اكبر من المية العزبة فبتقلل من درجات الملوحة في بعض المناطق تمام ده ده تمام بالنسبة لأيه الـ open sea او الـ wild المية المفتوحة او الحاجات الطبيعية ده بيحصل بالفعل كده لكن احنا دلوقتي مطالبين ايضا ان احنا نشجع الاستضراع البحري والتقنيات بتاعتنا في ايه في اي ظروف لان احنا دلوقتي اصبح انه ده ده البديل اللي انت حتتقيه حتستخدمه عشان تواجه بيه التغيرات المناخية القادمة في نقطة تانية نتيجة زيادة ثانيكسيد الكربون في الجو بيدوف المية بيخلي المية اكثر حامضية لانها بدل ما هي H2O فهيتحط عليها كربون دايوكسايد فهتبدأ تقرب لا هي هتبقى H2O هتبقى H2O اه بس بحط فيها كده كربون زيادة لا الكربون هيكلي درجة الحموضة بتاعتها تبقى مش يعني ايه تبقى ميالة للحامضية شوي بقلل القلوية وبرفع الحامضية اه بالضبط كده السمك بيحب بيعيش في المية المتعدلة دي حواليا لما نشوف القيم بتاع درجة الحموضة هلقاء من 6.5 لتسعة ده البي اتش البي اتش الزبط هي ده رقم الحموضة او البي اتش يعني السمك بيميل الى القلوية لما خلت السمك لما خل المية بتاعته حامضية اذا انا هنا بعمل نوع من الحاجات الغير طبيعية اللي حتأثر بالسلبة على السمك واللي حتدي فرصة اكتر لانتشار الامراض هذه السمكة فبالتالي عندنا مشاكل في ده طيب نحل ده ازاي نحل الجزئية دي ازاي هستأذنك تقولي الحل ازاي فندم بعد اذنك بس بعد الفاصل خليكم عادة حديث على الهوى وفي الفاصل شديد الافادة بالنسبة لي بشكل شخصي وانا اعتقد انه مفيد لنا جميعا ده بخلاف انه حديث يجري الريق خلونا نجدد الترحيب بضفنا الكريم دكتور اشرف الدكر عميد كليات الاستدراع والمصاين البحرية بجامعة العريش سابقا مرة تانية ما ورنا دكتور اللي بقى لقينا حلول اه لقينا حلول الحلول بتاعتنا كان بقى بدل من اعتمد على حجم كبير من الميا وكم كبير من المساحة اللي هكونا بنسميه نوع من اسم النظم اللي صدراء اللي هنستخدمها كان حاجة اسمها نظام شيء بمكسف بدأنا نقلل حجم الميا في المزارقة بتاعتنا مع زيادة درجة التحكم فيها الدرجة اكتر وبالتالي التلوث اللي ممكن يحصله نتيجة صرف هذه الميا للبيئة احنا قللنا الاقصى ما يكون فانا ارفع كفاءة المزارقة معدل الانتاجية وقلل الحمل البيئي او عن طريق التكسير بتاع السمك يعني مثلا الحوض بتاع السمك حوالي خمسة فندان او من اتنين لخمسة فندان احنا الانتاجية اللي بيطلحها هذا الحوض ممكن اطلحها من حوض خمسمية متر فعلا اه يبقى ايزا كان عندي كمية الميا اللي موجودة في الخمسة فندان دي كلها بعد او او بعد عملية الاستضراع هلازم نصرفها نصرفها في المجارين المياه العمومية هزي المياه بما فيها بقى من مشاكل نشادف على طول بصدر امونيا وفصفور وهذه الحاجة طيب هزي الحاجة بدل ما هتطلع هذا الحجم الكبير لا انا هتطلع حجم صغير استطيع ان انا اتحكم فيه اعالج المياه بتاعت الصرف بتاعته بطريق البيولوجيه وبالتالي تبقى هزيه مازالة عن سخضيقه تلبية وممكن جدا ان انا استخلص النشادر والفوسفور من المياه دي افصلها عنه خلص يعني هو مش داخلين فيها او احنا لكن احنا يعني بيبقى عندنا اه وحدة تسمع وحدة فلترة اتخلص انا من النشادر او الامونيا اللي حضرتك بتقول عليها بحيث ان دي بتعمل بتخنق السمكة اه طبعا فانا لما اتخلص منها عن طريق فلات البيولوجيه نعيد من البكتيريا من ربيهم في هزا بتاع وبالتالي انا ما عنديش كيميكالز وبالتالي المنتج اللي طالع عندي بقى دلوقتي ما استخدمش فيه اي كيمويات حلو والمية ما استخدمتش فيها كيميكا زي ما استخدمتش فيها حاجة ده كلها حاجات طبيعية ناتشورا وبالتالي المنتج اللي طالع درجة الجودة بتاعته تبقى عالية كنت لسا اسأل انا بقى كده اقدر حافظ كمان على جودة المنتج جودة المنتج والصفات بالتسويقية بتاعت السمكة يعني زمانو احنا صغيرين كانوا لك ما نكونش سمك المزاير عدد تمام دلوقتي انا واحد من الناس انا جربت السمك بتاع غاليون ده والجنبري بتاع غاليون وكل حاجة غاليون جربتها هزا هزا البحري بالظبط خليني خليني يعني انتاز فرصة فرصة وجودي مع حضرتك واقول ان حكاية السمك المزاير نكون السمك المزاير دي هزي شائعة من الشائعات الغير علمية واللي حقيقة بتطلق في بعض الاوقات للتروج الى سلع اخرى بديلة من نفسها حتى انا صغير يعني لا يمكن من اكتر من البين سنة لا يمكن وحضرتك صغير كنا بنميل ان الحاجات الطبيعية لان في الوقت ده احنا بنميل الى ان الطبيعي حاجة كويسة انا دلوقتي بقدر اطلع منتج سمكي بنفس جودة السمك الطبيعي البحري المفتوح مفيش خلاف فيه هو انا اجزئ من حص الطعم مفيش خلاف فيه اذا ما اتبعنا الزروب بتاعت او التقنيات بتاعت الستزرعة حلو يعني هو السمكة بتاخد الطعم بتاع السمكة بتاخد بتاخد اخر حاجة يقولك المرعة اه يقولك السمكة بين المرعة اه طب المرعة ده اللي هو الغزاء اه طيب هي بتاكل اعلاف الاول كانت بتاكل حاجات طبيعية اه الطبيعي ده بيأثر عليها في حضرتك مستصاعده اه لما تيجي تاكل بقى الاعلاف اه لا الاعلاف بتبان في لحم السمك اه طب نحل الكلام ده علميا ازاي بنصوم السمك قبل التأسويق مدة سبعة ايام بترجع السمكة زيها زي اللي هي تاكل طول عمرها غزة طبيعية لاي لحمها زيب ده بقى اه نفس 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 القصة حلوة وقدرنا نقيد حق للمستهلك الزوء اللي هو عاوزه والطعم اللي هو عاوزه العلمي بيحله كل حاجة بس نعرف نعرف ايه المشكلة فيه مشخصة انا دلوقت دكتور اقدر اقول ان انا بشتغل على سد فجوة غزائية من جهة وفي نفس الوقت ان انا عايز اوصل لنسبة من الاكتفاء الزاتي في الانتاج السمكي انا وصلت لحد فين الحقيقة احنا قطاع السروة السمكية من القطاعات النجحة جدا في مصر وموضوع الاكتفاء الزاتي ده انا قدر اقول لحضراتك ان احنا وصلنا للاكتفاء الزاتي لدرجة يعني 95% او اكتر كمه يعني مقربين خلاص احنا بنتستورد 300 الف تن سمك هل 300 الف تن ده حوالي منهم 200 الف تن اسماك الي هي مبتنتجش عندنا الي هي اسماك الرنجة والمكليل والحاجات الحاجات بتاعت التصنيع اللي هي كده كده حتى لو انتاجنا احنا قلتوا الحضراتك احنا بننتج 2 و 2 ملون عشرة ملون تن لو انتاجنا 5 ملون تن حنستوردهم بجد لاني دول لأغراض تصنيعية مش عندي ودي اسماك مية بردة مش موجودة عندنا حنستوردها ما حنستوردها فموضوع الاكتفاء الذاتي ده أصبح ما بيجعلناش إحنا كمشتغلين بالاستزراع السامكة أو السامكية لأن إحنا اللي بنركز عليه دلوقتي أن دي صناعة الاستزراع المائي صناعة ايه صناعة بتوفر فماس بكل إمكانيات بتوفر فماس إمكانياتها من أراضي موجودة عندنا كمية كبيرة جدا من الأراضي غير مستغلة عندنا كمية كبيرة من الناية خاصة المية البحرية واللي أنا هتكلم على حضرتك عليها كمين شو هي عندنا إيه دا عاملة رخيصة بالمقارنة بالتاع وذلك إحنا حققنا نجاحات كبيرة في مجال الاستزراع السامكي زي مثلا أن إحنا نمرأ الأول في إنتاج البوري عالميا السادس في إنتاج الأسماكة أو في المستوى الأسماكة كل عالميا الثالث في إنتاج البولتي يعني أنا في مصر بقيت الأول عالميا على مستوى إنتاج أسماك البوري استزراع أسماك البوري وبقيت السادس على مستوى العالم في إنتاج الأسماكة كل عام أه أه أو المزالة السامكية والثالث في إنتاج إيه؟ في إنتاج البولتي بعد الصين أه بعد الصين وبعد إندونيسيا كنا الثاني وبعدين إندونيسيا داخلت معنا لا أنا أنا عايز نتكلم أكتر بس كريم رمزي على الباب عشان يخش البرنامج بتاعه وأنا كل مرة بس بق منه دقيقتين وتلاتة وعشرة وحاجات زي كده بس أنا عايز بعد إذن حضرتك وعد نكمل هذا الملف ده ملف بالنسبة لي الشديد الأهمية خصوصا بعد الأرقام اللي حضرتك قلتها ده أحنا لازم نزود ونتكلم ونفهم ونعرف الناس إيه اللي حصل حقيقي إن شاء الله يا دكتور نورت وشرفت وأسعدت وأفت وبإذن الله لازم قريبا جدا هنتكلم على هذه المشروعات العملاقة بشكل أكثر استفاضة وبالطريقة الرائعة والشيقة بتاعة دكتور أشرف ومدعمة بالأرقام وما إلى ذلك خلوني أشكر مرة تانية دكتور أشرف أن ذكر عميد معنا النهاردة كل شكر لدكتور أشرف أن ذكر عميد كلية الاستزراع والمصايد البحرية بجامعة العريش سابقا شكرا جدا لحضراتكم لسببين ما هو أنتوا برضو اللي بتشتغلوا في هذه المصايد وهذه المزارع وفي هذه المشروعات وشكرا طبعا على حسن المتابعة كريم رمزي داخل حالا وبرنامج رقم عشرة أما إحنا لو كلنا العمر بإذن الله نقابلكم بكرة في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات